بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اعتنت مننا اللي يشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير ومصحة جيدة تنشكر المتابعين للقدام مجدد والناس اللي تحقوا بهذه القناة ان شاء الله بحول الله وقوته غدين وضعوا واحد الوصفة خاصة بإذن الله الواحد القهار الناس اللي عندهم عوارد السحر عندهم تشنجات في الجسد ديالهم عندهم مشاكل في الجسد ديالهم عندهم تمريد في الجسد ديالهم عندهم الركب وعندهم ألم في الرجلين عندهم واحد المشكل ما بين الكتفين عندهم واحد الحريق وتنميل ما بين العنق والكتفين الرأس الرأس دائما داركم ولكن هذا الشيء الذي يكون عند الإنسان هو سببه سحر سحر الذي يكون مخطر أو مشروب أو على طريق الهواء أو ديرينه في المقابر أو ديرين خادمين بالصور أو التلاصم أو بالشموع الناس اللي ما تخافوش الله تخافي منهم ولكن تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ضر أخوه المسلم لأن الظلم ظلمين الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل الله سبحانه وتعالى أعطنا وحد العهد هو لا يفلح الساحر حيث أتى لا يفلح الساحر حيث أتى إذن معمر الساحر غدي يفلح معمر الساحر غدي يكون مزيلا في حياته ديما هزنه بالدنيا والآخرة وديما عنده مشاكل تحجم ناجح فيها وديما تحس بأنه هو القوي ولكن القوي بشياطينه الشياطين دياله هو لمقوينه ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ضر أخوه المسلم إذن الوصفة ديالي ديال اليوم هي عبارة على رقية شرعية اللي غدي ديرها كل ليلة عندك في الليل فقط الليل هو ديال إنسان اللي عنده ألم في الجسد دياله من المرى العشاء غدي يديروا هات الصغة الربانية أو الوقت اللي يمشي النام إن شاء الله بحول الله وقوته درهمت الفيجل مع زيت زيتون وكأس الماء كل ليلة غدي إن شاء الله هنحط هات الصغة بحول الله وقوته بحول الله وقوته إذن غدي ناخد زيت زيتون كأس ديال زيت زيتون وغدي ناخد درهم ديال الفيجل درهم الفيجل رائع وأكثر من رائع وكأس الماء كل ليلة الناس اللي عندهم ألم في الجسد ديالهم عندهم مشاكل في الجسد ديالهم عندهم تنميل عندهم ألم في الرأس غدي يديروا هات الصغة ولكن الناس اللي عندهم ألمس غدي ناخد هديك درهم ديال الفيجل غدي إن شاء الله نوضعها في زيت زيتون غدي نحاول أنني نحطها فوق النار غير تسخن ونتفعلها باش هدك الفيجل أو السداب يطلق في هدك زيت زيتون ما غديش نتبخوه غدي غير نسخنوه وغدي نوضعه باش أنه هدك الفيجل يطلق في هدك زيت زيتون غدي نوضع فيه قطعة مسك قطعة مسك أو المسك الأسود وغدي إن شاء الله غدي نرقي هدك زيت الفيجل هذا زيت الفيجل اللي تكرهه الجن ما تيفغيش الجن الجن تكره الفيجل أو السداب يريد تاخده للتبخير ولو جوج مرات في الأسبوع من مرة العشاء ينسلي مريض أو الجسد دياله تيألمه أو الرأس دياله تيعطيه الحريق غدي ياخد الفيجل وغدي يقرع ليه نفس القراءة اللي غدي نعطيكم إن شاء الله أول حاجة بعد ما وضعت هذه المكونات نخليه يحتي برد شوية وغدي نخلي فيه الفيجل ما نصفي مواله غدي نحطه في قنينة زجاج وغدي نقرع عليه الناس اللي قارين يقرعوا عليه ياخدوا كتاب الله ويقرعوا عليه الناس اللي ما قارينش غدي إن شاء الله يستعنوا بالموبايل أو البرطان يحطوا عليه هاد الصور اللي غدي يرقي لهم زيت زيتون اللي غدي يحيد لهم العياء وغدي إن شاء الله يشافيهم وعافيهم من كل مرض إذن هتحاولوا إن شاء الله تقرأوا قراءة وتنفتوا تقرأوا وتنفتوا أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية ميا أجوج من صورة البقرة أعود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية غدي نقرأها سبع مرات غدي إن شاء الله بحول الله وقوتي نقرأ الفاتحة سبع مرات على الزيت والفيجل غدي نقرأ صورة الصافات كاملة وصورة الجن كاملة وصورة القاف كاملة غدي إن شاء الله بحول الله وقوتي نحاول من المرى العشاء ندهن بالجسد ديلي كامل الناس اللي تيدرهم شعرهم أو تيدرهم راسهم أو تدرهم الفروة دي الرأس غدي تصفي قليل منها تزيد زيتون وغدي تحطيها على الفروة دي الشعر الفروة دي الشعر غدي إن شاء الله ما يبقاش يدرك شعر ديالك أو يدرك راسك لأن الشعر ما نقول تيدرك شعرك الجلدة ديالراسك تدرك مشي الشعر ولكن من تنقوله تيدرك شعرك إذن الفروة اللي يدرك الفروة إما بسبب السحر أو العين أو الحسد تساقط شعر من السحر حتى من الحسد الشعر تساقط بقوة إذن بحول الله وقوته أما كأس الماء غدي نوضعه دائماً كل ليلة مدة 11 يوم بغيتي تضيفه أكتر أقل حاجة هي 11 يوم غدي ناخد كأس الماء الوقت اللي نمشي النام نحط كأس الماء حدايا على الجنب وغدي نقرأ هذه القراءة ناخد الفاتحة سبع مرات إذن قلنا الفاتحة سبع مرات على كأس الماء وغدي نشربوه في الحين بنفس الوقت وغدي الرش قليل على الغرفة ديالي وغدي الرش على المكان اللي تنام فيه غدي تحاولوا أنكم ترشوا الغرفة وترشوا المكان ترشوا المكان اللي تتناموا فيه والغرفة قليل من هذك الماء آآ غدي تشربوه هذك الماء مدة 11 يوم أقل الحاجة هي 11 يوم وزيد الزيتون غدي تحسوه الفرق الوقت الدهن الوقت الدهن غدي تدهنه غدي تفقه وتحلمه في الليل آآ غدي تشوفه أحلام غدي تشوفي أحلام غدي تشوفي أشنو واقع لك غدي تشوفي الرؤية اللي غدي تعرفي أشنو معمول لك واش حسد ولا عين ولا تابعة أو سحر آآ خلال هذك الوقت اللي تترقي نفسك غدي تبقى تشوفي أحلام غدي تشوفي آآ أمور اللي تتعنيك وتعطيك إشارات على حسد واش حسد أو عين أو تابعة أو سحر إذن حاولوا تضبطوا الأحلام ديالكم باش أنكم اللي حطيتوها نقدر آآ نقدر نعرف أشنو عندكم إن شاء الله ولكن حاولوا غير أنكم اتضبطوا الوقت اللي تتمشي وتناموا فيه تقرأوا على الفاتحة الدهن الجسد ديالكم وإن شاء الله هو المستعان على كل الأمور لأن الله هو الشافي هو العافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقمة نحاول أن نرقي نفسي بنفسي ونكون ولو يجيني الحراق ولو يجيني تشنوجات ولو يجيني وسواس أن هذه الوصفة مغاديش تقديري حاولوا أنكم تضغطوا أنفسكم لأن الشياطين ما يخليوكمش تكملوا ما يخليوكمش أنكم تكملوا الوصفة ولكن حاولوا أنكم تتبعوا الوصفة كما هي حاولوا أنكم تتبعوا الفيديو باش أنكم تسمعوا الفيديو كان بعض الناس اللي تيدخلوا بتعليقات هو السؤال أو الجواب كان في الفيديو تعودوا يسولوا لأن كنت سمعت الفيديو كنت سمعت الفيديو غادي تعرفي المعلومة كاملة إذن أحبابي لعجبكم فيديو خلوا ليلايك دعموا القناة فعلوا الجرس تأبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته